من تونس الخضراء إلى دمشق العروبة استقبل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال لهلال وفدا تونسيا من الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ضد التطبيع والصهيونية وتم خلال اللقاء الحديث عن أهمية دور سوريا في مواجهة الإرهاب وتعرية أدواته وداعميه وإنجازات الجيش العربي السوري على هذا الصعيد والعمل على التنسيق لمحاربة هذا العدو المشترك بدورهم عبر أعضاء الوفد عن حرصهم على كشف التضليل للشعب التونسي بما يخص حقيقة الأوضاع في سوريا مؤكدين استمرار عملهم الأعلامي لإظهار الوجه الحقيقي للأوضاع في سوريا نحن جئنا لمشارك فرحة انتصار حلب الشهباء على الإرهاب والإرهابية وكهيئة جئنا باستحاب ثلث من الإعلاميين الشرفاء الذين وقفوا منذ البداية صفا ضد الهجمة الإرهابية ضد الشعب السوري والقيادة السورية نحن كإعلاميين اللي جاءوا معنا واللهيئة الوطنية موقفها واضح هي مع سوريا منذ البداية وكشفت العديد من المؤامرات وأفشلت مؤتمر أصدقاء سوريا التي تم تنظيمه سنة 2012 أحبنا نوصل لرسالة كذلك هو أن بعض الإرهابيين الذين ربما انخرطوا في المؤامرة ضد سوريا هم لا يمثلون الشعب التونسي الشعب التونسي هو مع المقاومة مع سوريا قيادة وشعبا وجيشا والشعب التونسي هو يخوض نفس المعركة التي يخوض فيها القيادة في سوريا نحن نخوض نفس المعركة ضد نفس الأعداء اللي هم الجماعات التكفيرية وكذلك الجماعات التي تسفر وتدعم هؤلاء وتنظم رحلاتهم إلى سوريا الصامدة جئنا إلى دمشق جئنا إلى سوريا في محاولة نريد أن ننقل الأحداث على الأرض لأن هناك ما يروّج أن الوضع هنا خطير جدا وهناك صورة سيئة حتى بالنسبة عن تونس نريد أن ننقل الأوضاع للشعب التونسي الشعب التونسي متشوق ويريد صوت آخر غير صوت بعض القنوات التي تحاول أن تهول الأمور إذن تتوالى الوفود العربية والأجنبية إلى العاصمة السورية لتثبت مجددا أن الحق سينتصر ولو بعد حين